مجموعة من سكان المستعمرات في أمريكا جايين من بريطانيا معهم شوية دهب وفضة استعملوها في التبادل التجاري لحد ما خلصه هنا شافوا إنهم محتاجين يختروا عملة تخيل العملة دي كانت إيه؟ أساعدك بحسف إجابة مش الدولار الودع والصدف كان عملة أمريكا الأولى بعد نفاذ الدهب والفضة ونقطة البداية في رحلة طويلة لحد ما أمريكا عملت الدولار اللي احنا عارفينه تعالوا نشوف القصة في دقائق سكان المستعمرات اللي باعت أمريكا لما لقوا إن الدهب والفضة اللي معاهم خلصوا والودع مش حاجة معتبرة عشان يتاجروا بيها مع السكان الأصليين عملوا أول حاجة تيجي في بالك طلبوا من بريطانيا تصدر لهم دهب وفضة وطبعا بريطانيا رفضت يعني هي محتلة الأراضي دي كلها عشان تاخد منها الدهب والفضة يقوموا هم اللي يطلبوا منها الدهب وفضة ومن هنا سكان المستعمرات عملوا ستين محاولة عشان يبقى لهم فلوس وبدأوا يبدلوا البضايع بالتبغ لكن ده طبعا له صلاحية وبتنتهي فقرروا يستخدموا إلى عملة الأسبانية وبقى البيزو الأسباني عملة معتبرة في أمريكا خصوصا إن أسبانيا ما كانتش ماس كائدها في حكاية الدهب والفضة لكن برضو سكان المستعمرات دول عملوا تتش بتاعهم وسموا البيزو الأسباني بينهم كده تالر يعني كوين ودي الكلمة اللي بقت مع الوقت اسمها إيه أيوة هي الدولار فكرة الدولار اتطورت بأن الأمريكان الجدد شافوا إنهم مش كل ما يحتاجوا فلوس يروحوا للأسبان وعشان كده ظهرت أول عملة ورقية في أمريكا ساعة 1690 باسم الدولار الأسباني وهتتفاجئ لما أقولك إن الدولار ده ما كانش لي شكل موحد في البداية كل مستعمرة أو ولاية كانت بتعمل ورقة دولار لوحدها وبشكل مختلف عن التانية والموضوع ما كانش عملة أو يعني دي كانت ورقة أقرب لوصل الأمانة اللي شايلها يعتبر كأن معاه كمية معينة من الدهب يقدر يشتري بيها أي حاجة بقيمة الدهب ده المشكلة الكبيرة بقى كانت فين؟ مش قولنا إن كل مستعمرة كانت بتطبع الورق بمعرفتها؟ أو كمان كل ورقة من دول برغم إنهم كلهم اسمهم الدولار ما كانش ليها نفس القيمة وكل مدينة أو مستعمرة تعمل الدولار بتاعها بقيمة مختلفة عن التانية في سبتمبر 1764 بريطانيا قررت تحط حد لكل اللخبطة دي عشان مش كل مستعمرة تفضل تطبع الورق بتاعها على مزاجها وزي اللي جاي كحالها عماها أصدارة قانون بيمنع المستعمرات من إصدار عملات خاصة بيها بالنسبة للأمريكان كده بريطانيا لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل وبعدها بسنة واحدة بدأت الثورة الأمريكية طبعا الأمريكان عايزين يمولوا الحرب ضد بريطانيا فوقتها الكونغرس اللي كان اسمه الكونغرس القاري أصدر عملة جديدة واسمها الكونتيننتر لكن مع تكاليف الحرب العملة دي ما كانش ليها إيمة تقريبا وأول ما تم تأسيس أمريكا كدولة مستقلة كان لازم يبقى لها عملة جديدة وعشان كده في 6 يوليو 1785 تم اعتماد الدولار كعملة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية لكن أمريكا ما اتفقتش مين اللي يقدر يصدر العملة دي إلا سنة 1792 لما تم تأسيس هيئة رسمية لإصدار العملة وأول عملة تؤمر وزارة الخزانة بطبعها كانت سنة 1862 باللون اللغدر اللي بقى مرتبط بالدولار من وقتها لو أجابكم الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب عشان تشوفوا الجديد معنا في دقائق